الموقع صادق صادق الموقع امن امن تشتغل عليه وانت مرتاح اه تشتغل عليه بدون اي ضغطات اه الموقع هيقفل لأ الموقع ممتاز اه الموقع سهل تشتغل عليه اه كل دي مميزات جوه الموقع بدون اي مبلغة موقع امن 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 خلينا اقول لك انك من اول ساعة هتشتغل على الموقع اللي احنا هنشرحه النهاردة هتكسب اول اتنين دولار من اول ساعة هتكسب اول اتنين دولار لو اشتغلت كتير على الموقع واكتهدت وبقى عندك خبرة في التعامل مع الموقع هيكون متوسط ربح بتاعك من عشرة لعشرين دولار في اليوم. حلقة النهاردة انا عايزك تعتبرها او انا باعتبرها انا وانت كده تحدي ما بيننا وما بين بعض. وفي خلال يومين تلاتة هتكلمني فيه التعليقات وتقول لي ابو ملك انا فعلا اشتغلت على الموقع وحققت ربح وسحبت كمان الارباح. فابليه انا اوصك من الكلام اللي انا بقوله دلوقتي لان النهاردة انا همشي معال خطوات. مفيش مقدمة كبيرة. انا هقول لك على الخطوات اللي انت هتشتغالها على الموقع. لان القطوات كتيرة. والشغل على الموقع كتير. وربحه كويس جدا جدا جدا. طب انت محتاج خبرة? مش محتاج اكتر من انك تتفرج على الفيديو ده. مش اي خبرة تانية مطلوبة منك. ومحتاج منك التليفون او الكمبيوتر شوف الاسهل بالنسبة لك ده شغال وده شغال. الموقع شغال في دول كتير. الموقع فيه طرق ساحب كتير. يعني ما عندكش حاجة انك انت تكسب النهاردة. انا بتحداكم في الربح من موقع النهاردة. لو ركزت معايا وطبقت الخطوات عشان زي ما قلت لكم كده فيه خطوات كتير وهنشرح حاجات كتير. هيكون بالنسبة لك الموقع هو مصدر داخل اساسي. مش هتستغنى عنه في مجال الربح من الانترنت. هيكون كده اول موقع. تقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هبدأ النهاردة في الربح. وهتفتح الموقع ده وتشتغل. لانه موقع ممتاز جدا جدا جدا. وشغال بقوله فترة كبيرة. وناس كتيرة شغالة عليه. فاجي دورك انك انت تشتغل معهم. مش عايز اطول عليكم. تركوا كل حاجة على الموقع. موضوع سهل. في خطوات كتيرة محتاجين ان احنا نشتغل عليها. محتاجين ان احنا نفهمها. عشان لو انت فهمتها هتلاقي الدنيا سهلة معك. وخليني كده افكركم دايما ان اللي بيشتغل عمره ما يتساوى مع الشخص اللي مش شغال. يعني انت لما تشتغل ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك. اوقع تفتكر انك هتكسب بدون شغل بدون تعب بدون مجهود. يلا بينا نتوكل على الله نخش في حلقة النهاردة واستعد انك تكسب اول اتنين دولار من اول ساعة شغل واول عشرين دولار من اول يوم شغل. بعد كل اللي انا قلت لك ده انا بقى مش محتاج منك في المقابل الا حاجة واحدة بس. انك انت تعمل للفيديو. دي الحاجة الوحية اللي انت بتشجعني بيها ان انا استمر في تقديم المحتوى الجيد المربحة. واللايك على فكرة مجانة مش بفلوس. يعني انت مش بتدفع لي فلوس لما بتعمل لايك. انت بس بتدعمني حتى نفسيا عشان اقدر اقدم لك كل حاجة جديدة وكل حاجة تقدر تكسب منها. خليني بس افكر حضراتكم انه بفضل الله ثم حضراتكم قدرنا نوصل لمية وعشر الف مشترك ورفعنا مية اتنين وستين فيديو على القناة ربنا يجعله في ميزان حسناتنا ويكون سبب في رزق ناس كتير. فلو انت حابب تكون من اصدقاء القناة فاشرف لي اندمامك للقناة واشتراكك وتفعيل الجرس على الكل عشان توصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة. انا هنا على القناة او احنا هنا كفريق اعمل انا وحضرتك على القناة بنقدم مع بعض شرحات مجانية للربح من الانترنت تقدر تحقق منها دخل ثابت اختار منها اللي يناسبك ويناسب مهارتك ويناسب ظروفك. تحت منها مباشرة هتلاقي بنوك الالكترونية وده متوفر فيها ترق السحب اللي تقدر تسحب بيها الارباح بتاعتك من المواقع اللي احنا بنشرحها. هتلاقي كل ترق السحب المتوفرة في اي بلد انت عايش فيها. يلا بينا ندخل في الشرح. طبعا يا شباب رابط الموقع هيكون موجود في وصف الفيديو. وده طبعا مش الموقع اللي احنا هنشتغل عليه. مش ده خالص. ده موقع تواصل اجتماعي عادي جدا موقع روسي ولكن هنستخدمه في الربح من الموقع بتاعي النهاردة فلازم يكون عندك حساب فيه. مهم جدا ان يكون عندك حساب فيه. انا هعمل معك كل الخطوات مفيش خطوة مش هتلاقيها زي ما يكون بالزبط انت داخل تشتغل هتلاقي كل حاجة قدامك. امش بس معي خطوة خطوة علشان مفيش حاجة تفوتك. هسيب لك طبعا كل الروابط رابط الموقع ده ورابط الموقع التاني اللي هنشتغل عليه موجودين في المقالة في وصف الفيديو. طيب محتاج اول حاجة نحو داك هتدوس على كلمة عشان تبدأ تعمل حساب على الموقع ده. ممتاز جدا. هنا طبعا هتبدأ تكتب رقم تليفونك. الاول تختار من هنا هتكتب هنا مفتاح البلد بتاعتك. يعني انا مسلا في مصر هكتب بلاصة عشرين. بالشكل ده يا شباب. وبعد كده لازم تكتب رقم تليفونك من غير الزيرو اللي في الاول. يعني انت مسلا لو شبكة فدافون هتكتب عشرة على طول من غير الزيرو اللي في الاول. يعني هنا طبعا في الزيرو اللي بعد الاتنين. بعد ما هتكتب رقم تليفونك هتدوس على كونتينيو. بيقول لك هنا ان احنا هنتصل عليك وكتب اخر اربع ارقام في رقم التليفون اللي وصلك. يعني انا اتصل علي رقم هكتب اخر اربع ارقام في الرقم اللي اتصل علي. وبعد كده هدوس على كونتينيو. ممتاز جدا. طالما قبل معك ودخل معك على الخطوة اللي بعد كده. يبقى كده انت جبت الرقم الصح. بتاخد اخر اربع ارقام في المكالمة اللي جات لك. هتبدأ تكتب هنا اسمك الاول. هنا اسمك الاخير او اسمك التاني. وهنا تاريخ ميلادك وهنا النوع زكر او انسة. ممتاز جدا يا شباعة. بتأكد ان بياناتك صحيحة. خصوصا ان انت بتسجل على الموقع ده عشان ما تاخدش باند ويبلوك من الموقع. بعد كده هتدوس على هنا بدأ يقول لك اكتب الباسورد بتاعك بتاع الحساب اللي انت هتشتغل بيه. بعد ما بتحط الباسورد وتأكد ان هو باسورد قوي عشان تحمي بيه حسابك. كل ده يا شباب احنا نسى ما دخلناش على موقع الشغل. ده الموقع اللي احنا هنستخدمه بطريقة للربح من الموقع التاني. عشان كده قلت لك الخطوات كتير. ما طولتش معاكم في المقدمة. بعد ما بتحط الباسورد هتدوس على ممتاز جدا جدا يا شباب. كده انت بحتاج تدخل باقي البيانات وده مهم جدا وركز بقى معايا. لانك انت هنا مش هتدخل بياناتك انت. لان الموقع ده روسي. شغال في روسيا. فانت لازم تدخل بيانات اكنك عايش في روسيا. فهندوس كده على ونكتب كلمة موسكو. فهندوس كده على وتبدأ تكتب اي بلد داخل روسيا. واللي مشهورة طبعا موسكو. لانها عاصمة روسيا. وظهرت معنا اهي موسكو لانها المشهورة في روسيا. ممتاز جدا. وبعدك احفظ البيانات دي. وبعد كده هتدوس على ممتاز جدا جدا. بعد كده الجامعة بتاعتك هتختار اي حاجة من دول. تمام? وليكن مسلا هنختار دي. ونيجي من هنا اول واحدة. احفظ بقى الاختراف بتاعتك. انا مش بقول لك لانك مش بدخل بياناتك. وتنزل لتحت مثلا كده وهتختار الفين وخمستاشر. لو وصلنا التخارج. تمام? يبقى البيانات عند دخلتها دي تحفظها هتكون متسجلة في حسابك. وبعد كده هندوس على ممتاز جدا جدا. هنا بقى هتكتب الايميل بتاعك. دخلنا الايميل اللي انت طبعا تعمل بالحساب بتاعك. بعدها هتدوس على رائع جدا يا شباب. بيقول لحضرتك ان احنا هنتصل على الرقم بتاعك تاني عشان تدينا اخر اربع ارقام في المكالمة اللي جات لك. نبدأ كده هندوس على كلمة وننتظر المكالمة اللي هتجلنا. ادي المكالمة جات يا شباب هبدأ اكتب اخر اربع ارقام في المكالمة اللي جات. ممتاز جدا يا شباب. بعد ما هتكتب الرقم هتدوس على ممتاز جدا جدا. كده خلاص اكد معاك البيانات بتاعتك واكد الحساب وكل الشي. ادي الاسم. انا وادوس على كنتينيو. ازبط بضو هنا كده. تمام كده انت اخترت الصورة بتاعتك وندوس على كنتينيو. رائع جدا 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 جدا. اهو فتح معاك موقع زي وزي الفيسبوك. في حاجة مهمة جدا. بيقول لك الايميل بتاعك. بعتنا لك رسالة على الايميل. لازم تعمل للحساب بتاعك. قال يا شباب الرسالة اللي جات لي فيها رابط او رابط التفعيل. هبدأ ادوس عليه كده. ممتاز جدا جدا يا شباب. كده انا عملت للحساب بتاعي وهنا بيأكد علي البيانات. جيه بقى الوقت اللي احنا نسجل على الموقع الربح. طب ليه انا عملت الخطوة دي? لانها مهمة جدا جدا وهتديك مهمات تقدر تشتغل عليها من الموقع. وهتسهل عليك شغل كتير ومهمات كتير على الموقع. وخلي بالك الحساب اللي انت عملته ده هيخليك تشتغل على مواقع كتيرة جدا جدا. هقول لك عليها برضو واحنا بنشرح. يبقى خلاص كده احنا خلصنا اول خطوة. نروح بقى للموقع التاني اللي احنا هنبدأ نسجل عليه عشان نكسب منه. ممتاز جدا يا شباب ادي الموقع اللي احنا هنشتغل عليه. وطبعا زي ما انتم شايفين الموقع باللغة الروسية. فطبعا اول حاجة انت لازم تعملها من التليفون او حتى من الكمبيوتر كليك يمين كده وتبدأ تعمل طبعا مش للعربي وانما هنعمل لانجليش لان ده مهم جدا وسهل جدا لان الترجمة العربية مش كويسة. زي ما حضرتك شايف كده ان الموقع شغال على المهمات الصغيرة. وده افضل موقع انا شفته بيديك مهمات باسعار ممتازة جدا جدا جدا. وده هتشوفه معي عشان كده قلت لك في اول الفيديو ان انت في الساعة هتقدر بازن الله تكسب لك اتنين دولار. انا باوريك الفلوس دي عشان اشجعك عشان انت تقدر تعمل اكتر من كده. انت مش احسن من اي حد تكسب الفلوس دي وشاركها معنا وانتو عارفين كده. ارجعوا للتعليقات وقلات التليجرام هتشوفوا الناس اللي شاركت ارباح. انا عايزك انت كمان بعد الفيديو ده تشارك معي ارباحك. اوقع على الله كده وان شاء الله ربنا هيوفقك. المهم يا شباب زي ما انتو شايفين الموقع عليه ربعمية ستة وعشرين الف شخص. واشتغل عليه او تم عمل مهمات عليه بعدد سبعة واربعين مليون مهمة. سبعة واربعين مليون مهمة اتعاملت على الموقع ده. وتعامل على المهمات دي اتنين مليون وستمية وستة الف مهمة. ده يدل ان الموقع قوي جدا ربحه كويس جدا الناس اللي شغال عليه ناس مضمونة وانت كمان هتبدأ وانت كمان هتكون من ضمن الناس دي ان شاء الله. كل اللي عليك هتنزل لتحت كده وهتدوس على ممتاز جدا جدا يا شباب. زي ما حدركوا شايفين كده كتب لك اما تعمل عن طريق تليجرام او عن طريق حسابك في اللي احنا كنا عاملينه من شوية. ولكن ما تسجلش عن طريق حسابك في سجل عن طريق ايميل عادي جدا ايميل جوجل حتى لو هو نفسي من حسابك في في كي. لكن احنا هنستخدم في حاجة تانية جوة الموقع. فانت هتضيف ايميلك هنا وبعد كده هتدوس على تأكيد او الدخول يعني. ممتاز جدا. طبعا اي مشكلة هتواجهك وتدوس على علشان تفهم. هنا بيطلب منك الاسم بتاعك. انا مسلا اديت له ابو ملك بعد كده ايم نوت وادوس على بيقول لي اسم المستخدم ده متاخد قبل كده ادينا اسم مستخدم مختلف. فانا كده غيرت وغيرت كمان الايميل وبعد كده هدوس على تأكيد. او ردي. ممتاز جدا جدا يا شباب انا كده خلاص دخلت على الموقع. طبعا اي صفحة محتاج ان انت تترجمها للغة الانجليزية عشان تفهم. هنا بيقول لك اختار انت ولا انت هتختار ايام يعني شخص داخل يشتغل ويعمل مهمات يعني شخص عايز يضيف مهمات الناس تشتغل عليها. فاهمتوا الفرق ما بين دي ودي يبقى احنا دلوقتي داخلين نعمل المهمات مش داخلين نحط المهمات. فانت هتختار ايام ابيه في مرة. ممتاز جدا جدا. دي اول مهمة مطلوبة لك في الموقع. الموقع عليه قناة على فمطلوب منك ان انت تكون مشترك في القناة بتاعته. وفي مهمات كتير على الفكرة فيها مبادر كويسة من ضمنها ان انت تشترك في قناة فاحنا هندوس كده على اول مهمة. طبعا ادي رابط القناة اهو ان انت تشترك فيها هتدوس عليها كده. وندوس كده على فتح معي القناة في التليجرام خلينا اجيب لك القناة قدامك. ادي يا شباب القناة قدامنا اهيه. وكل المطلوب منك في المهمة دي ان انت هتدوس على ممتاز جدا كده انت دخلت القناة. طيب بعد ما بتخش القناة اللي بيحصل هترجع للموقع تاني. ادي الموقع شباب هندوس كده على طبعا كاتب لك زي ما انت شفت كده ان انت محتاج ان انت ما تسجلش خروج من القناة لمدة شهرين على الاقل. يا اما حسابك كده هياخد حظر. انت دخل قناة مش هتقصر عليك في حاجة. بالعكس انت ممكن تستفيد لو الموقع نزلت احديثات او حاجة. او مهمات جديدة. طبعا بيقول لك عشان تكمل المهمة لازم تعمل للاكاونت التليجرام بتاعك. فانا هضغط كده على لينك تليجرام. وبعد كده اعمل تسجيل دخول عن طريق التليجرام. بيقول لي دخل رقم تليفون بتاعك. بعد ما بتدخل رقم التليفون هتدوس على طبعا بيقول لي انت لك رسالة على 일이ism وافئ على الدخول من خلال بتاعك على تليجرام. وهnine يا شباب الرسالة جات لهيه فانا هدوس كده على كلمة عشان ااكد الدخول للموقع عن طريق التليجرام. تمام تم الموافقة على الدخول عن طريق. وهنا كمان الموقع هو بياكد على ها مرة تانية كلمة اكسبت. فهبدأ ادوس كده على كده كتب لي اللي بالفعل خلاص تم تأكيد الدخول بتاعك للموقع. ولو ورجعنا للموقع هيقول لي بالفعل خلاص تم تأكيد الدخول عن طريق حسابك في التليجرام. اول حاجة بقى مطلوبة من حضرتك انك تعملها هندوس كده على بتاعك وتنزل عند ده اهم شيء اي موقع بتشغله او بتشغل عليه لازم تروح وتزبط اعدادات الحساب بتاعك. ده مهم جدا قبل الشغل وقبل سحب الارباح. هندوس كده على ده يا شباب موجود في ايه? ده بيكون موجود في اسمك موجود في الايميل بتاعك موجود في تاريخ ميلادك موجود في كل حاجة عنك. فلازم تتأكد ان كل حاجة مكتوبة عشان تتعامل مع المواقع وانت شخص رسمي. كل حاجة مكتوبة عنك. خلينا افكرك انك لما بتعمل تسجيل دخول على الموقع لازم تأكد الايميل بتاعك لانك بتجيلك رسالة على الايميل تفعل من خلال الحساب زي ما حصل في الموقع اللي هو موقع الروسي. وادي يا شباب الرسالة جات لي على الايميل ابدأ كده افعل هناك كتب لي حاجة ان انت قبل ما تبدأ في التسكات لازم تشتغل على ودي حاجة انا هفاهمها لك دلوقتي بس خليك معي اركز. في هنا يا شباب هتيجي عند طبعا هيقول لك خلاص انت عملت عن طريق التليجرام. مطلوب بقى ان انت كمان تعمل عن طريق اللي احنا عملناه. فهبدأ ادوس كده على كلمة بيأكد علي الدخول هقوله تمام ماشي. وبيقول لي خلاص ان انت بتاعك اتعمل مع الموقع. لو دوسنا كده على لو انا نتقطها صح يعني اعذروني. تلاقوا هنا عندك مستويات. طبعا انت عشان تبدأ يعني لازم تكون في طب ده هكون في ازاي? لو احنا دغطنا كده على طبعا كل ده انا هشرحولك ولكن واحدة واحدة مع بعض. هدوس كده على كمة طبعا زي ما انتوا شايفين ان اول مهمة انا عملتها اللي هي اللي هي اللي هي مهمة تتغول في قناة التليجرام بتاعت الموقع. علشان كده قطلت لكم المواقع فيه خطوات كتير. هي يا شباب لو دخلنا عليها مش هلاقي اي حاجة غير المهمة اللي انا عملتها بتاعت السوشيل ميديا لو دست كده على كمة ودوسنا كده على اي ماي وورك هلاقي اتشارت من هنا خلاص وبقت موجودة في يعني ممتاز جدا انت هتدوس على على ولكن يا شباب بقت المهمات موجودة قدامي واقدر اشتغل عليها. يبقى انت في الاول هتلاقيها في ماي وورك وهتروح لسيرشينج تاسك وتدوس على اللي هي اشترك في التليجرام بتاعت الموقع وهيبقى معاك الدنيا شغالة ما فيهاش اي مشكلة. ولو دوسنا الصفحة دي يا شباب هتلاقي عندك الصفحة دي فيها مستوى الحساب بتاعك وطبعا كلما بتعمل المهمة كلما بتاخد على الحساب بتاعك. وده بيرفع المستوى بتاعك بيرفع نسبة الربح بتاعك بيرفع عدد المهمات اللي انت ممكن تعملها فيه اليوم الواحد. طبعا عندك هنا اللي هي دي يا شباب اللي هي دي. ال اشارات بيجي لك من الموقع لو وضعتنا عليه اللي هي بيكون فيها الحساب بتاعك على الموقع وتفاصيله طبعا عدد المهمات اللي انت عملتها على الموقع. بعد كده عندك اللي هي الارباح بتاعتك بتبقى موجود الارباح بتاعتك في الصفحة دي يا شباب. وهنا عندك اللي كنا عنده وهنا اللي هو الربح من الاحالات. وهنا لو انت عايز تبعد حاجة للدعم. جيه وقت شغل على المهمات عشان نشوف الارباح بتاعتنا بتضاف هنا. ونورح بعد كده طرق السحب ونروح كمان للطرق رفع الحساب دي. فركزوا معايا في كل خطوة عشان انا هعمل معاكم كل انواع المهمات. هدوس كده على ولازم تترجم للانجليزي وخلي بالك انت هتكون في وقت احتياج ان انت تترجم للغة الروسية عشان تعمل شوية مهمات. ادي يا شباب المهمات وادي اسعار المهمات وتعالى بقى اقول لك على المهمات السهلة اللي انت تقدر تعمل بها ارباح. وليه احنا الاول عملنا ده يا شباب. احنا هنرجع كده ليه الموقع وندور على مهمات اشترك في او اعمل متابعة امشي معايا خطوة خطوة. هندوس كده على المهمة دي تمام? وبيقول لي طبعا الكلام بالروسي لو مش فاهم ترجمه لكن انا فاهم انا الخطوة هتتعمل ازاي او المهمة هتتعمل ازاي فانت اتبع لنا هقوله لك. انت اولا هتدوس على تفتحه كده. ممتاز جدا يا شباب. فتح معاك وكل اللي مطلوب منك ان حضرتك تدوس على كلمة بس هو ده اللي مطلوب منك. وبعد كده هتيجي من هنا وتدوس على كلمة اللي هو بتاعك عشان تجيب رابط بتاعك. لازم تجيب رابط بتاعك في موقع كده. من كلمة وترجع على الموقع. تمام يا شباب? وهتدوس كده على الكلمة دي لو ترجمناها كده بضع عشان نفهمها. اهي نترجم كده. تمام شباب ترجمناها. هندوس على كلمة بيقول لك انت محتاج واحد دقيقة عشان تعملها. انت اصلا مش محتاج غير ثانية واحدة. هندوس كده على كومبيليت. وكل اللي انت هتعمله هتحط رابط بتاعك هنا. وكمان محتاج ده لو انت حابب الدنيا تبقى ماشية معك بسرعة. هترجع للاكاونت اللي انت عملت له آآ متابعة. لو رجعنا كده للمهمة اهي. ادي الاكاونت اللي انت عملت له متابعة يا شباب. تاخد للاكاونت. بالشكل ده. كده يثبت ان انت عملت فولو. وترجع كده المهمة وتدوس على وتبدأ ترفع له الصورة اللي انت خدتها وهدي رابط الاكاونت بتاعك وتدوس على كومبيليت. ادي المهمة اتعملت اهي. وحاليا في المراجعة مقابل واحد روبل وتمانية وعشرين سنت روبل. احنا اخدنا قد ايه في المهمة? ما اخدناش لحظة في المهمة. ما اخدناش لحظة في المهمة. طيب. نرجع كده للمهمات تانية يا شباب. خلاص كده المهمة دي عملناها يا شباب خلاص يعني ما فيش مشكلة. كده خلاص عملنا المهمة دي. نعمل كده ودي مهمات سهلة جدا. المهمة بتخدش منك سانية. سانية. فانت محتاج ميت سانية ميت سانية عشان تعمل اه واحد دولار. ميت سانية عشان تعمل واحد دولار. يعني انا في اول الفيديو قلت لك انت محتاج ساعة عشان تعمل اتنين دولار. تخيل بقى بقول لك انت الواحد دولار اهو هتعمله في ميت سانية. يا عم هتعمله في الف سانية. في خمس دقايق. تاك 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 تاك. المهمات دي مش بتخلص. مهمات ممتازة جدا جدا مش بتخلص مهمات دي لانها مهمات متابعة. هي يا شباب نترجم كده ولا بداش نترجم. نترجم عشان نفهم اهو. نعمل نترجمها. دي كمان هعمل معكم ده لان في مهمات معينة او عدد معين بتعمله في اليوم لحد ما المهمات بتاعتك تترجع عشان يتفتح لك مهمتك. فخلينا كده نشوف المهمة بتاعة احنا خلصنا او خلينا الاول نعمل مهمة كمان دي مهمة سبسكريب توفيك هامستو الموضوع يتسهل عندك وهدي اللي انت هتعمل له متابعة. نفتح كده ادي متابعة شكرا خلاص. ناخد للاكاونت. للاكاونت. ادي dell بتاعة بتاعة ترجع للموقع وتدوس على الكلمة دي عشان تعمل المهمة. هنا هتحط رابط الاكاونت بتاعك بالشكل ده وهنا هترفع له الصورة بتاعة اللي انت خبته. بالشكل ده يا شباب. سوى بقى موبايل كمبيوتر انت عملت المهمة دن. شكرا. انا كده عملت المهمة. المهمة التانية في المراجعة. واحد روبل وتمانية وعشرين. خدت منك وقت. نرجع بقى ونشوف مهمة تانية. نشوف مهمة مسلا زي مهمة طبعا عندك هنا كمان ولكن خليني اعمل معاك المهمات السهل. نفتح كده مع بعض المهمة ونعمل ترجمة ونشوف الموقع هيقول لنا ايه? او المهمة بتقول لنا ايه? انت بتاعك لازم يكون اكاونت شخص حقيقي مش اكاونت وهمي فلازم تعمل المتابعة علية على ده وقدامك ساعتين تعمل فيهم المهمة. وعشان تعمل اثبات المهمة تديني بتاعك او بتاعك على فانت مجرد بس ان انت هتعمل له متابعة على هتفتح وندوس كده على كل اللي مطلوب منك ان انت هتخش على شانل دي. يعني هو مش شانل. شكرا كده. كده انت دخلت على الشانل. طب انت بقى عايز تثبت للرجل التاني ان انت الشخص اللي عمل المهمة دي او انت خلاص بالفعل تمت المهمة هتاخد المعرف بتاعك في التليجرام. لو انت مش عارف يعني ايه معرف تليجرام ابحس كده على يوتيوب طريقة عمل معرف تليجرام. هتاخد المعرف ده وهو ده اللي انت هتبدأ ترسله لاثبات المهمة بتاعتك او التسك بتاعك. فانا رجعت كده للمهمة وعملت للقناة هبدأ دوس على هو مباشرة عشان انا عملت لينك تليجرام ضف لي هنا معرف بتاعي اللي انا عملت به لينك. ترجم كده ونشوف هو لقيه اللي مطلوب مني. دخل المعلومات بتاعته. وبيقول لك انت محتاج ان انت تعمل المهمة بالاكاونت اللي انت عملت به ربط بالحساب على الموقع. فانا هحط هنا معرف التليجرام اللي انا عملت به ربط على الموقع. وكاسباتا اكتر بتجيب للقناة اللي انت عملت لها سبسكرايب او جوين. وتحفظها على عندك او الموبايل. وتبدأ تروح للموقع وتدوس على بعد ما بترفع الصورة هتدوس على سند. شكرا انت عملت المهمة. المهمة بتاعتك بتتراجع خلاص كده. مش مطلوب منك اي شيء تاني عملت المهمة. واحد روبل واحد روبل واحد روبل. فاقل من ايه? مفيش مفيش مفيش. المية تعملهم في خمس دقيق في عشر دقيق تاك 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 خلاص. الموضوع ممكن ناخد منك وقت في الاول عشان انت لسه بتتضرب. لكن انا عملتهم في وقت قديل. مفيش. وان شاء الله وانا بعمل المنتاج هتكون المهمات دي تقابلت وهتلاقيني بعرضها قدامك دلوقتي. وهتشوفها بازن الله. نرجع تاني لمهمات ونشوف المهمات التانية لان فيه خط وهنقف عندها. وهقول لك لي. قبل بس ما نوح لمهمة تانية انا عايزك تبص على عد المهمات سبسكرايب تو في كي سبسكرايب تو تليجرام سبسكرايب تو انستجرام ادي تليجرام تاني هنا باتنين روبل. يعني شوف ادي مهمة باتنين روبل. في مهمة عندك هنا تليجرام ري بوست اجروب او شنل. يعني اعمل قعدة نشخ في جروب خاص بيك او شنل هتاخد تمانية روبل. دي مهمة. ادي مهمة باربعين دولار. انا عايز برض ادي سبسكرايب في في باتنين روبل. تعمل في اللي هو ده يا شباب. تعالوا نعم مع بعض المهمة دي. مهمات سهلة جدا. مهمات سهلة جدا ما مش بتخلص. مش بتخلص. لكمان في مهمات كل دي مهمات طبعا كاتب لك هنا ان مش كل المهمات ظهر لك. لانك انت لسه حسابك جديد على الموقع. الناس دي عايز اتاكد ان انت شخص حقيقي. زي ما انت شايفين او انت محتاج ان انت تعمل مهمة واتنين وتوافق عليها عشان تقدر تعمل بعد كده مهمات. الاموال المتاحة قدامك تلتمية وستاشر الف روبل. الميت روبل بدولار. انت عندك تلتمية وستاشر الف روبل. شوف بقى ايه اسم تلتمية وستاشر مية. اهو لو نحسبها كده مع بعض تلتمية وستاشر الف. اهو. عالمية. انت عندك واحد وتلاتين الف دولار. واحد وتلاتين الف دولار. طبعا مش كل المهمات هتظهر لك الا لما يتعجدوا ان انت شخص حقيقي. مهمة اللي هي اللي هي باتنين روبل دي يا شباب. انا ليه بعمل المهمات السهلة? لان انا بتقلص بسرعة اهي. احنا دي كلها مهمات سهلة. خلينا نعمل المهمات اللي السهلة اللي هي مسلا بس خلينا ناخد اللي هي باتنين روبل دي. اهي. نفتحها كده. ونفتح اللي حاجة اللي هي مطلوبة مننا دي. وهدي الاكاونت اللي هنشترك من خلاله. هندوس كده تمام فتحناه هندوس على بس بأكد عليك اللي انت هتاخدها اهو هتدخلها وتخرجش منها وتسجل منها خروج قبل شهرين. لان الاكاونت بتاعك ممكن تعمله فانت ممكن تعمل اكاونت تليجرام مخصوص ليه ده? للشغل على الموقع ده. طيب هاخد كده للقناة لان انا دخلت فيها يعني بالشكل ده اهو. خليل كبير شوية معلش عشان الناس ما اهو. كبير شوية اهو. ورجع للموقع. هدوس عليكم اهدي المهمة يا شباب فتحت معي. بيقول لك اتاكد الاكاونت اللي انت ربطت بالموقع هو اللي انت عامل بيه المهم. وبتحط بتاعك اللي انت عملت بيه دخول في المربع ده. وهنا ناخد كده وبعد ما بتحط معارفة هتدوس على او اي ان كان بقى. كويس اهو يا شباب. انا بالفعل بعد ما عملت خمس مهمات اهو انت بالفعل عملت او في مهمات ليك في المراجعة ما ينفعش ان انت تعمل اكتر من خمس مهمات دلوقتي لحد ما تتم عشر مهمات مدفوعة. يعني ايه يا شباب? يعني انا دلوقتي لو دخلت على كلمة هلاقي عندي الخمس مهمات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. المهمات دي في حدود الاربعة وعشرين ساعة. طبعا هو كتب لي تلات ايام واحد وسبعين ساعة. ولكن ده بيبقى اقال من كلا بكتير. في حدود الاربعة وعشرين ساعة الخمس مهمات دول بيتوافق عليهم. لما يتوافق على الخمس مهمات دول وتعمل خمس مهمات تانية ويتوافق عليهم هتبدأ تعمل مهمات كتيرة جدا ما يصل الى اربعين وخمسين ومية مهمة. ده ازاي? بس حاول تفهم اللي انا قلته لك دلوقتي. دلوقتي انا عملت خمس مهمات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مش هقدر اعمل خمسة تاني او مهمات تانية الا لما دول يتوافق عليهم. التوافق عليهم والرصيد بتاعهم ظهر هنا اللي هو بيزرع عندك هنا الروبل بتاعك ظهر هنا هتبدأ تعمل خمسة كمان. لازم برضو تستنى الخمسة التانيين يتعملوا عشان يتاكدوا ان انت شخصا حقيقا. بعد ما يتوافق عليهم تبدأ بقى تشتغل حسب المستوى بتاعك. اعتقد كده ان تفهمته بتعمل خمس مهمات بتستنى المهمات التي توفق عليها وجه رصيد يضاف لحسابك وتعمل خمسة كمان وتستنى الرصيد توافق آآ المهمات يتوافق عليها وجه رصيد يضاف حسابك وتبدأ بقى تعمل مهمات بشكل مفتوح حسب المستوى بتاعك. طيب المستوى بتاع ده هنعرفوا منين? هندوس كده على كلمة حضرتك دلوقتي في المستوى البيز ده. اللي هو المستوى الاول. ندوس كده على كمه ادي يا شباب اضافت هنا بعض التعليمات تانية لما قال لي انت عندك واحد اضافت بعض التعليمات قال لي اهو زي ما انتم شايفين ان انت اقصى حاجة في انها في المراجعة اربعين. يعني انت خلاص احنا عملنا خمسة. مش هادر اعمل مش هادر اعمل حاجة تانية لما الخمسة يتوافق عليهم. بعد الخمسة التانيين ما يتوافق عليهم هيبقى مفتوح قدامي ان انا اعمل لحد اربعين مهمة في المراجعة. اي حاجة تتقبل منهم او ادراء اعمل غيرهم. يعني ايه? يعني انا خلاص عملت اربعين مهمة. وحالين هما في المراجعة. اتوافق اتنين ابدأ اعمل اتنين كمان بدلهم. خلاص انت متاح عندك ان انت الليفل بتاعك اربعين. الاربعين دول في المراجعة مش تده تخش اي مهمة زيادة الا لما يتوافق على مهمات منهم. وخلي بالك كل ما بتعمل اه مهمات صح بتاخد بوينت. او بتاخد عليها بوينت. طب عملت حاجة غلط هتلاقي انه بيتخصم منك اتنين بوينت. وكل ما كان مستواك اعلى في الاداة المهمة كل ما بتاخد بوينتات اكتر. فزي ما قلت لكم كده انت محتاج عشان تروح اللي هو الحساب ده اللي بيفتح لك تمانين ميت بوينت بس. يعني سهل جدا ان انت تعمل من المهمات وتروح للحساب الادفانسد. ادي الحسابات اللي انت هتشتغل عليها. او ادي الارقام اللي انت هتشتغل عليها بناء عليها. تمانين مهمة في المراجعة. معاك لحد تمانين مهمة في المراجعة. وعندك هنا يعني سحب اوتوماتيك من غير عمولة. هنا مفيش سحب اوتوماتيك. لازم تكون هنا في السحب الاوتوماتيك. ومعاك لحد تلتمية روبل. يعني اللي هما تلاتة دولار كسحب اوتوماتيك. وهنا طبعا بيتم مراجعة الحسابات بتاعتك او الشغل بتاعك اللي هو المهمات لاربعة وعشرين ساعة. في المستوى بقى مفيش مراجعة للمهمات. المهمة لتتعمل شكرا. المهمة تتعمل شكرا. انت ممكن تشترك في او عن طريق الشحل. ولكن ده زي معني انا مش بقول لك اعمله انت عايز تعمل وعمله. انا نفسي هعمله. يعني انا نفسي هعمل حاجة زي كده. لكن انا بقول لك انت اشتغل اول على البيز اترقل طور نفسك واحدة واحدة لحد ما توصل للمستويات الاعلى وتقدر تكسب اكتر. وان شاء الله نعمل لكم حلقة تانية لو محتاجين حلقة تانية اطلبوا اه اعملوا لي في التعليقات او اكتبولي في التعليقات عشان اواريكم الشغل على الموقع. طب انا بقى يا شباب له عايز اسحب من الموقع. هسحب ازاي? هندوس كده على كلمة هسحب الرصيد بتاعي طبعا بيبقى مكتوب هنا الرصيد بتاعك. بيقول لك هنا انت بقى عايز تعمل ايديها ولا عايز تسحب يعني تعمل ايديها عشان ترقل حساب بتاعك ولا عايز تسحب وتخرج فلوس من الحساب? لا انا عايز اخرج فلوس من الحساب. فهبدأ ادوس كده عشان يزهر قدامي كل طرق السحب. ممكن عن طريق الكروت البنكية ولكن دي بتيكون متاحة اكتر في روسيا او هي بالفعل لروسيا فقط. ولكن الطرق بقى المتاحة ليك والبايير اللي احنا متعودين عليه والاشهر طرق السحب البايير. ولكن الحد الادنى للسحب هو خمسين روبل وبنسبة سحب بياخدوا منك ستاشر في المية. احنا عملنا مهمات اهو على الموقع. هنشوفها مع بعض لما تتراجع. ولما تتقبل. وازن الله زي ما قلت لكم كده في المونتاج هصور تاني وازر لكم المواقع او المهمات اللي اتقابت. ولو لقيت ان الفيديو متاح ان احنا نتكلم فيه زيادة او نحط فيه مهمات زيادة. هعمل معاكم المهمات الخامسة التانية. زي ما انتم شايفين ادي كل المهمات اللي انا عملتها معاكم بالفيديو. توافق عليها بايت 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 دافعة. وهذه غصيدي هنا بقى اتناشر روبل بوينت اربعة وستين. كل ده وانا بشرح لك بس. فتخيل بقى لو انت قاعد بتشتغل من غير ما انا اشرح لك. انت خاص في حينة الفيديو وبدأت تشتغل على المهمات. تشوف قد ايه الوقت اللي انت ممكن تاخده علشان تعمل واحد دولار واثنين دولار وثلاثة دولار. ولو رجعنا كده يا شباب هتلاقي اتفلحت معايا مهمات كتيرة جدا باسعار كبيرة جدا. تمانية روبل واربعين روبل وعشر روبل وهنا عندك ست روبل. يعني انت ممكن لما تبدأ تعمل المهمات الصغيرة وده طبعا بأكد عليك فيه كتير. اعمله الاول المهمات الصغيرة. هاته كده الفلتر. وابدأ رتب حسب المهمات او حسب اسعار روبل الصغيرة. وشوف كمان هتلاقي فيه مهمات فيها مشاهدة فيديو. اهو. هتبقى بسطة عليك. فيه مهمات اللي هي التليجرام واللي هي اللي احنا قلنا عليها. فيه مهمات خاصة فيه مهمات خاصة تعمل مراجعات على تطبيقات او او مواقع. فيه مهمات بالتسجيلات. شوفوا المهمات الاسهل وابدأوا بيها. وواحدة واحدة هتلاقي نفسك بتكسب في اليوم الى عشرين دولار والتلاتين دولار. زي ما انتم شايفين كل حاجة قدامكم. ودي الرصيد. زي ما انتم شايفين اهو. والمهمات اتوافق عليها. بيت 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 بيت. يعني انت مش بحتاج ازبتات اكتر من كده. وان شاء الله نعملكو حلقة تانية. مع ازبتات السحب. وشغل اكتر انا اشتغلت على الموقع. ومواقع جديدة ان شاء الله. دي كانت كل حاجة على الموقع النهاردة. شرحنا كل حاجة. قال لنا المقدمة عشان الناس ما تزعلتش مننا. بس يا رب الناس تشتغل ان انا عملت المقدمة دي او كنت بعمل المقدمة دي عشان اشجعك. ولكن اهو سمعت كلامكم ونشوف هل فعلا الناس هتشتغل ولا برضو هيطلع الايب في الناس مش في المقدمة. شوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.